قانون جديد للأحزاب والانتخابات في تركيا يعكف حزب العدالة والتنمية الحاكم على صياغة سطوره الأخيرة قانون يرى فيه معارضون تضييقا من الحزب الحاكم على أحزاب معارضة مسودة القانون بحسب تسريبات صحفية تنص على حرمان الأحزاب التي تقل أصواتها عن 7% من مساعدة خزينة الدولة بينما النسبة الحالية المعمول بها 3% القانون يتضمن مادة تقول أن الأحزاب التي لها صلة بالإرهاب لن تحصل على مساعدة الدولة بند يثير ريبة المعارضة من أنه يستهدف بشكل رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والذي يتهمه الحزب الحاكم بالإرهاب يجري التحالف الحاكم حساباته حول الطريقة التي سيضعف بها حزب الشعوب الديمقراطي أنا أعتقد أنهم سينجحون بهذا سيقومون بوضع زعماء الشعوب الديمقراطي في السجون وهذا شيء واضح ويمكن رؤيته الواضح الآن أن الدولة تحني نفسها مثلا ممن له صلة بالإرهاب أو له صفة في الدولة أو يمثل أحد الأطراف السياسية بالطبع يجب أن تكون هناك تبابير في هذا الموضوع القانون الحالي يتيح للحزب الحاصل على 10% من أصوات الناخبين دخول البرلمان خارج إطار التحالفات ووفق آخر استطلاعات للرأي فإن حزب الحركة القومية حليف الحزب الحاكم وحزب الخير المعارض لن يحصل على هذه النسبة مصادر الحزب الحاكم أشارت إلى إمكانية خفض عتبة دخول الأحزاب إلى البرلمان لكن أحزاب المعارضة الجديدة لن تستفيد من هذه الخطوة التي تطمئن حلفاء الحزب الحاكم وتعطيهم مجددا فرصة تحقيق الأغلبية في البرلمان ويعتبر البعض أن مقترحة خفيض العتبة الانتخابية إلى 7% كفيل بمنع حزبي المستقبل برئاسة أحمد داودوغلو والديمقراطية والتقدم برئاسة علي بابجان من دخول البرلمان ما لم يكن جزءا من تحالف أكبر زيدان زينجلو العربية إسطنبول